اشتركوا في القناة نظرا لتراكم المطالب الموحدة والمطالب الفئوية إذن جئنا هنا نطالب بجميع حقوقنا المهضومة وخاصة إسقاط النظام الأساسي الذي صدر هذه السنة وهو لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة التعليمية وخاصة نحن المقصيون والمقصيات من خارج السلم هذا الحق الذي تم إقراره منذ سنوات منذ اتفاقية 26 أبريل 2011 ولكن للأسف الشديد فإن الحكومات المتعاقبة لم تنفده وعندما آتت هذه الحكومة أصبحت تحاول هذا المطلب من جديد ولقد أقرته في اتفاقية 14 يناير 2023 ولكن للأسف الشديد لم تقره بأطاريه المادي والإداري فلهذا نحن المقصيون والمقصيات من خارج السلم وخاصة المقبلين على التقاعد والمتقاعدون سوف لن نستفيد أبدا من هذا الإقرار فأغلبيتنا كان قابعا في السلم 11 لمدة 20 سنة وعندما أقرت الحكومة هذا المطلب تغادت عن السنوات الماضية وأقرته انطلاقا من 2024 وهي السنة التي لم تقبل بال في هذه الوقفة الاحتجاجية نحن توحدنا جميع الفئات شغيلة التعليمية ونطالب خاصة بإلغاء وإسقاط النظام الأساسي الجديد لأنه نظاما يكرس الهجاشة يكرس التحقير والتفقير ويكرس العبودية ويسطو على حقوق الشغيلة التعليمية ويحقرها والسلام عليكم شكرا لكم هذا دي الناب هذا دي الان شوف تيفي كانت دارت لنا واحد الاشكال. انا مقاطعين هذا شوف تيفي لانا كانت دارت لنا واحد الاشكال ياك. لانا كانت تتوزوا واحد المغالطات بالنسبة للتعليم. لانا كانت تستفزوا تحت بالنسبة للجيش الآباء. هذا الاختصال يحرم كله بل نفتاك انسوغان نفتاك انسوغان نفتاك انسوغان نفتاك. انا بجرد المباشر. الاساسي دا كي رفضو بشعة التصريح لانا تقول لك احنا يعني ما هنعطوش شوف تيفي تصريح ولكن يعني هذا هو صوت لمانا لا صوتها لي يعني بشتوزوا الرسالة يعني فعلا اااا تكون اما الضحايا اما التلاميذ اما هذا الاساسي دا وما يتخلصوا اوزور وكيتصنوا يعني كيتتقلبوا على اوزور اخرى. اذا كانت تمنوا يعني بالوزير يعني كانت تمنوا بان اهم اه ارفضوا اذا انا يا اشي تطرف دوس الجنفلو. تطرف ضر. ممكن نهضر الله يبنى شي مشكل أرى نهضر الله